هذه اللقطة التي نتبعها الآن هي قصف إسرائيلي على جنوب لبنان خلال هذه اللحظات نتابع هذه الصور التي تأتينا من مرجعيون جنوبية لبنان وهذا القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني طبعا اشتباكات حصلت مؤخرا بين الجانب الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله اللبناني خلال الفترة والأيام القليلة الماضية تتراوح وطيرتها ما بين خفيفة إلى متوسطة لكنها تبقى ضمن حدود الاشتباك حدود الاشتباك التي تحدد كيفية وإدارة المعارك بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله في الجنوب اللبناني حزب الله كان قد أعلن وفاة عدد كبير من مقاتلي خلال الأيام القليلة الماضية الجيش الإسرائيلي أعلن قصف مواقع في جنوبية لبنان أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات وأفادت مرسلتنا باستهداف موقع البياض بليد الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من لبنان وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الاستهداف لهذا الموقع أدى لسقوط جريحين وقالت إن القصف الإسرائيلي تجدد على أطراف بلدة النقورة جنوبية لبنان أيضا الطيران الإسرائيلي شنغار على عينات الجنوبية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة شخص آخر وهذه الصور المباشرة للقصف المستمر على هذه المناطق والنواحي في الجنوب اللبناني والتي تستهدف مواقع إطلاق صواريخ من قبل حزب الله على الجانب الإسرائيلي نشاهد تصاعد الدخان في السماء من جنوب لبنان حيث تستهدف القوات الإسرائيلية مناطق في بلدات في الجنوب حيث قامت القوات أو عناصر من مقاتلي حزب الله باستهداف الجانب الإسرائيلي طبعا هذه الاشتباكات هي مستمرة منذ توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ودخول حزب الله على الخط ضمن إطار وضمن حدود قواعد الاشتباك المتعرف عليها والمتفق عليها بين الجانبين طيب ينضم إلينا الآن مراسلنا أو مفدنا من مرجعيون جنوبية لبنان عمد الأطرش عماد تحدث لنا المعطيات نعم روش قبل قليل كان هناك ما زال مستمرا حتى الآن قصف مدفعي عنيف من الجانب الإسرائيلي على ربما تريني الصورة بطبيعة الحالة على تلال كفرشوبا وهو كفرشوبا هي المثلث حيث تنتهي الحدود اللبنانية تلتقي بالحدود السورية ومن الطرف الآخر هناك طبيعة الحال إسرائيل إذن هناك كان في هذه التلال قصف مدفعي عنيف بل إضافة إلى رشقات من الرصاص ربما كان ذلك تمشيطا من الجيش الإسرائيلي لتلك المواقع التي استهدفها قبل ذلك اليوم كانت هناك أيضا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على موقعين في اللبون وفي عيناتا حيث فدنا بسقوط قتلين أحدهم مدني أيضا بالإضافة إلى جريح آخر نقل بطبيعة الحال إلى المستشفيات في وقت سابق نسمع الآن أيضا إطلاق رصاص مروج لا أعلم أنه كان الصوت يصل إلى إليكم نستمع الآن بالفعل نستمع الآن نعم كان لا تزال أثار الدخان من القزائف هل يمكنك تحديد مصدر إطلاق الرصاص هذا؟ الرصاص أعتقد وليست جازما بالأمر بطبيعة الحال أنه تمشيط لهذه المواقع تقوم بها الجيش الإسرائيلي في تلك المواقع المحاذية للحدود نعم في هذا اليوم في وقت سابق منذ الصباح وفي وقت أيضا بعد ذلك بقليل أصدر حزب الله ثلاثة بيانات تحدثت عن استهدافه لثلاثة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي بداية كما ذكرت في الخبر في بليدا بالإضافة لاستهدافه لثكنت برانيت التي قال بأنه استهدف قوة لمشاة الجيش الإسرائيلي وأوقع فيها إصابة مباشرة طبعا تلك الاستهدافات جميعها تنبيع الصوريخ المضادة للدروع ولاحقا أيضا أصدر بيانا قال بأنه استهدف قال إنه استهدف موقعا لجيش الإسرائيلي في موقع الراهب على طول الحدود اللبنانية ربما مروج من المفيد التذكير بالحدود اللبنانية الإسرائيلية التي تبدأ شرقا من رأس النقورة على البحر المتوسط وتمتد إلى 79 كيلو متر حيث تنتهي شرقا عند تلال كفرشوبة ومزارع شبعة المحتلة من الجانب الإسرائيلي أو جزءا منها محتل من الجانب إسرائيلي حيث تلتقي الحدود اللبنانية السورية بالإضافة طبعا إلى المقلب الآخر من الحدود المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي عماد فقط دعني أستفهم منك هذه النقطة هي يتواجد فيها الجيش اللبناني أم فقط تمركزات لقوات حزب الله لا طبعا تعلمين مروج بأن القرار 1701 الذي صدر عقب انتهاء الحرب الكبرى عام 2006 المواجهات الكبيرة التي كانت بين حزب الله وإسرائيل عام هذا القرار الذي وضع حدا حينها في الثالث عشر من أغسطس عام 2006 لأعمال العدائية كما يذكر القرار بين حزب الله وإسرائيل ذلك القرار نص على انتشار 15 ألف جنديا من الجيش اللبناني في المناطق الحدودية أو في الجنوب اللبناني تحديدا بالإضافة إلى توسيع مهام وتوسيع عديد أيضا قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اللبناني منذ عام 1978 ولكن بطبيعة الحال ونص ذلك القرار تحديدا على عدم سماح الدولة اللبنانية لوجود غير سلاحها غير سلاح القوى الأمنية اللبنانية جنوبي نهر لطاني أي عملية في المناطق التي تشهد مواجهات الآن ولكن بطبيعة الحال المواجهات الحالية المستمرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي من الجهة الأخرى بطبيعة الحال تتصاعد خاصة في اليومين الأخيرين دعني أسألك أيضا عماد بمتابعتك أنت وبمشاهداتك هو طبعا باطلاعك أكثر على مجرعيات الأمور رد الفعل الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي هل يتناسب أو يعني يأتي على نفس الدرجة وعلى نفس مستوى السخونة الجانب قصف مقاتلين حزب الله أم أنه يعني يزيد عليه بعض الشيء بروج ربما من المفيد أيضا التذكير بأن هناك قواعد غير مكتوبة ولكن متفق عليها وهي قواعد الاشتباكة التي تحكم الاشتباكة حاليا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بمعنى أن حزب الله يقوم باستهداف مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي تحديدا ربما أحيانا يستهدف بعض المدنيين وربما عن طريق الخطأ وحينها يقوم الجيش الإسرائيلي بالرد على مواقع إطلاق النيران بالإضافة إلى استهدافه لما يقول أنها بنى تحتية لقوات أو لحزب اللبناني بطبيعة الحال ولكن حتى الآن هذه الوتيرة هي في إطار مضبوط من قواعد الاشتباك أي أن الحزب يقوم باستهداف مواقع عسكرية يعني لا تصعد إسرائيل في حال كما استهدافها من قبل حزب الله ترد إسرائيل في حدود قواعد الاشتباك ولا تصعد لا تميل إلى التصعيد بالطبع ربما أيضا مروج من المفيد التذكير بما حصل البارحة كانت هناك صليات من الصواريخ التي استهدفت تقول إسرائيل بأنها استهدفت مدنيين في الجانب الإسرائيلي ودعت حينها سكان الشريط الحدودية أو المناطق الحدودية الإسرائيلية إلى الابتعاد والاختباء في الملاجئ ثم عادت بعد ذلك وطلبت منهم العودة إلى منازلهم كان من المتوقع حينما ذكرت الأنباء عن سقوط مدنيين إسرائيليين بأن يكون الرد الإسرائيلي قويا بعد الشيء ولكنه كان في إطار المضبوط وحاليا هناك البيان للجيس الإسرائيلي أو وسائل الإعلام إسرائيلية تذكر ما يحصل أمامنا الآن باستهداف مواقع في مزارع شبعة اللبنانية شكرا جزيلا لك موفدنا عماد الأطرش من مرجعيون جنوبية لبنان طبعا سنبقى على تواصل معك لتحديث معطياتنا بخصوص كل التطورات الميدانية في هذه المنطقة حيث القصف الإسرائيلي الذي ينتبعه الآن على الشاشة قبل قليل لمناطق في الجنوب اللبناني انطلقت منها صواريخ من قوة حزب الله موسيقى